أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان أفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم مجورا وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جمرة فأخذتهم الصاعقة بذلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا بينا ورفعنا فوقهم التور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السمت وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا فبما نقضهم ميثاقا وقفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير عرض وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بوتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اقتلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبذلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نعوا عنه وأكلهم أموال الناس من البعث وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الروسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفات وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا جاود زمورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنبرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا تريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيعشرهم إلي جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات فيغفرهم أجورا ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعد شهو بي فسيدخلهم في رحمة منه فضل ويهديهم إليه سرعة مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخد فلها مصف ما جرك وهو يرثها إن لم يقل لها ولد فإن كان تثمتين فلوما ثلثان مما جرك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فنذكر مثل حظ الأنفين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالوقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فستعدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وانتقوا الله إن الله شديد الإقاب هرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ضبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلك في سكر اليوم إسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اتمر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وتعاموا الذين أوتوا الكتاب حل لكم وتعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا مفتقذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حمت عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتنهرون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائج أو لا مستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائج أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيما وصعدا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لتنهركم ولتم نعمة وعليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ومثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأتعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات السدور يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآل قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزلتمهم وأقرضتم وعزلتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا يحرفون الكلمة عما واضاه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تتولي على خائنة منهم إلا قليلا منهم فأف عنهم واصفهم إن الله يحب المسنين ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يسمعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويأخوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى شراج مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يولك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على خطرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتم الله لكم ولا ترتدوا على أدماركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن ألن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأبتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسدت إلي يدك لتغطلني ما أنا بباسط يدي إليك لأغطنك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتقون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوعت له نمسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلون ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولن في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين جابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ذلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُرْ مِنْ قُلُوبٌ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاهُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاهُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هَذَا فَقُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوهُ فَاحْذَرُونَ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُتَهِرَ قُلُوبًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزٍّ وَلَهُمْ فِي الْآخَرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَنْ كَالُونَ لِلْسُّهِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَهْتُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَهْتُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِيسِتُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتُينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْ دَوْمُ الدَّورَاتُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَاتَ فِيهَا هُدًى وَنُورِ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استوفذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي فمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصوص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفين على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموئبة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأكن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغوا فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن سيبا ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أعسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفجع أو أمر من عنده فيسبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم هبتت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك قبل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكرون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والقفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أنثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغفب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطعبات أولئك شر مكانا وأضلوا سواء السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالقفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكليم السحر لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قولهم الإثم وأكليم السحر لبيس ما كانوا يسمعون وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ممسوطة أن ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربك تغيانا وخفرا وألقينا بينهم العداوة والمغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نعرا للحرب أتفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تهت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهذي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم الجورة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسموا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح حب مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل احمد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا مسن الذين كفروا منه ماذا مؤنين أفلا يتومون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح حب مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان التعام انذر كيف نبين لهم الآيات ثم انذر أنا يؤفقون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم برا ولا نفا والله هو السميع العليم قل يا أن الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بمعصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناغون عن كر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه من اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ترجمة نانسي قنقر